اشتركوا في القناة الثامنة بعد ذلك خلاص الافضل هو ان تصحو طيورك على النهار الطبيعي وان تنام على النهار الطبيعي يعني فوقنا لد الكهرباء الان قاطعة تمام لا يوجد كهرباء الطيور ستنام بشكل طبيعي على اللي هو على الطبيعة ستغرب الشمس وستنام الطيور لماذا لعملية الايض عملية النمو لتتم عملية الايض عملية النمو بشكل سليم ولتستريح الانات وتستريح الذكور تمام طبعا في فصل الشتاء للذين يعني يربون فصل الشتاء نقوم باطالة مدة الاضاءة تمام طيب لماذا لا تجلس في الغرفة في هذا الوقت لان طيورك ستقوم بتغذية فروقها الان ما نسميها وجبة العشاء وهي من الوجبات المهمة جدا 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 الآن أريكم قبل أن أنهي الفيديو سأريكم الفروق في هذا الوقت تقوم الأنثى بجمع أكبر كمية من الطعام هي والذكر وإطعام الفروق لذلك جلوسك في الغرفة قد يجعل طيورك لا تطعم جلوسك في الغرفة قد يجعل طيورك لا تطعم آخر ساعة في النهار قبيل المغرب لا تجلس في الغرفة إن كان أصدقاؤك عندك اجلس خارج الغرفة خصوصا إذا كان لديك فروق تحت الإناث لكي لا تصحوا في اليوم الثاني فتجد الفروق ميتة لأنها لم تتناول الوجبة المهمة جدا وهي وجبة العشاء أخذكم إلى زوج من الفروق ما تبقى من الإنتاج ما تبقى من الكناري المنتجة حتى الآن ومن فروق أول العام التي أنتجت الآن التي أنتجت الآن الآن أخذكم طبعا هذا عش بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك ما شاء الله هذا عش الآن في نهاية النهار إذا لم يأكل هذا العش ولم يأخذ وجبة العشاء ستكون هناك مشكلة لذلك نخرج في هذا الوقت من الغرفة ولا نجلس في الغرفة لكي يتناول وجبة العشاء تمام طبعا وهذا زوج آخر سيطعم فروخه وعما قريب الآن وجبة العشاء حانت عند الفروخ أعزائي المتابعين في المزرعة يوجد ست أزواج شغالة من هذه الأزواج أربع أزواج فروخ من فروخ بداية الموسم يعني من فروخ شهر 12 شهر 1 شهر 2 تمام الآن هي تنتج أول إنتاجها أول إنتاجها إذن الموسم بالنسبة إليها قد بدأ أما بالنسبة لكم وبالنسبة للناس الذين قد تركوا طيرهم كما أفعل الآن أنا بالإناث مثلا هنا وذكور هنا في حالة راحة وفي الرواشة الكبيرة وفي الأقفاص الوسعة في حالة راحة للموسم طبعا هذه ستشتغل في الموسم الآن أنا سأقوم باستبدال ما يجهز من فروخ بداية العام وأضعه في الخزانات وفي العيون وأدعه ينتج إذن العملية عملية مجموعة طير الطير الكبير والمنتج من بداية العام سيرتاح وسيحل مكانه فروخ من فروخ بداية العام طبعا هذا والله الموفق أسأل الله العظيم أن أكون قد وفقت في نقلي إلى هذه المعلومة المهمة وهي العشاء المهم لطيورك لا تضيع هذا العشاء عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته